أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المرشحة الرئاسية دونالد ترامب زعم دون دليل أن قادة الحزب الديمقراطي سوف يزيفون في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم السلثاء أوضحت صحيفة أن ترامب جدد في حديثه في تجمع حملته الأخيرة في جراند رايدرز بولاية ميتشغين هذه المزاعم مضيفا أنه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات تماهد ترامب وحلفائه الطريقة للطعم في نتائج الانتخابات إذا خسر على الرغم من عدم وجود دليل على وجود تزوير وسعى النطاق